وبالتأكيد على أن مصر يمكن أن تصبح مركزا في الشرق الأوسط وإفريقيا لنشاط كبير للشركات العالمية جاءت مباحثات رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ورئيس الإقليمي لشركة سيمينس بالشرق الأوسط ورئيس قطاع إنشاء محطات الكهرباء بالشركة بحضور وزير الكهرباء ودعا محلب الشركة للمشاركة في برنامج الحكومة لصيانة المحطات الكهربائية وأكد أن مصر يمكن أن تصبح مركزا في الشرق الأوسط وإفريقيا لنشاط شركة سيمينس والشركات العالمية من جانبي أكد الرئيس الإقليمي للشركة لاستعداد للمشاركة في تنفيذ خطة وزارة الكهرباء لتحويل عدد من محطات الكهرباء القائمة للعمل بنظام الدورة المركبة كما أكد مشاركته في المؤتمر الاقتصادي بشارم الشيخ